المتع بالخدمة داخل المستشفىات مستشفىات التأمين الصحي بشكل عام أي مواطن مصري أو أجناب يا فندم بيتلقى الخدمة الحالية لمواجهة الكورونا داخل مستشفىات التأمين الصحي حتى الزائرين من العرب والأجانب بنقدم لهم الخدمة مجانية بناء على التعلمات مع الوزير أي مواطن بالتنصيق مع 105 أو بالتنصيق مع غرفة طوارئ عندنا عايز أقول حضرتك أننا بننصق على مستوى عالي جدا وعلى مدار 24 ساعة سواء صبح أو ليل أو فجر وبنحاول أن نجد مكان في أي مكان على المستوى الجمهورية لدرجة أن هناك بعض الحالات للإستحام الشديد في القاهرة الكبرى الجيزة الأليوبية المنوفية بنها بدأنا أن نتوسع لمستشفيات دلتا ونحول الحالات بالتنصيق مع هيئة الإسعاف المصرية إلى المستشفيات التي فيها أماكن فاضية هوانا يا دكتور محمد ممكن المريض يجي لحضرتك مباشرة أو لازم يكون جاي بجواب تحويل من مستشفى آخر لا بيجي فندم مباشرة أي مريض بيدخل لاستقبال بيتم استقباله طبعا وبيتقدم له الفحوصات اللازمة بداية من قياس درجة الحرارة والأشاعة العادية والأشاعة المقطعية على الصدر لغاية ما بيوصل أنه هو إذا كان خلاص مؤكد أو شبه مؤكد أنه هو مصاب بكورونا بنبدأ ناخد المسحة وده تبقى للبروتوكول طبعا وتقسيم الحالات ما بين حالات بسيطة ومتوسطة وقاسي طيب في حالة امتلاء مثلا المستشفى بالأعداد والطاقة الاستعبية خلاص بدأت تكون كاملة إيه الإجراء اللي حضرتك ممكن تتبعه مع المريض اللي جاي لحضرتك وهو فعلا مصاب وحالته صعبة جدا لكن حضرتك مش قادر تستقبله إزاي بيتم التعامل مع هذا هو أولا ما فيش مريض بيدخل الطوارئ أو مستشفى ما بنستقبله إحنا بنستقبل كل المرضى في أقسام الطوارئ وبنقدم إسعاف أولي أي أن كان حتى لو على ترولي الإسعاف أو على أي على كرسي حتى وما بيخرجش المريض من المستشفى إلا ما بيتم التنصيق مع الغرفة المركزية للتأمين الصحي بالاشتراك معه غرف مكافحة الطوارئ في قطاع الطب العلاجي أو الغرفة الطوارئ في وزارة الصحة لإيجاد مكان للمريض قبل ما يتحرك من المستشفى اللي هو موجود فيه نعم وزي ما قال حضرتك أنه حصل ده فعلا في بعض الأماكن زي مستشفى المؤطم مثلا في الفترة اللي فاتت كان فيه نسبة عالية جدا من المترددين لإسم الطوارئ إحنا اضطرين أن نحن نحول بعض الحالات إلى المنوفية وبعض الحالات تحولت على طنطة ده طبعا بالسيارات بقى العناية المركزة وبتكون الخدمة مقدمة اليوم طبعا حتى يصلوا بقى المكان ده كله بالتنصيق بالزبط ده كله بالتنصيق مع هيئة الأسعاف المصرية اللي لها دور كبير جدا جدا في الاستجابة السريعة وتوصيل المريض في أوقات فعلا هي الأوقات المزبوطة وعدم التهاون في الاستجابة لأي استدعاء بيتم عن طريق المستشفيات اشتركوا في القناة